أبيض ناصع، أسود فاحم، أصفر فاقع، أحمر قاني كيف نعبر عن هذه التأكيدات التي ترافق الصفات في اللغة التركية؟ بكشتر ما صفات لرى تأكيد الصفات؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحبة أهلاً وسهلاً بكم مع الدرس الثامن وستين من دروس تعلم اللغة التركية للأجانب المستوى المبتدئ الثاني بانجلاريشن تركشا إسطنبول كتاب آئكي نحن الآن مع درس القواعد الثاني من الوحدة الرابعة كما نرى عنوان الدرس بكشتر ما صفات لرى صفات التأكيد وهو سهل جداً لكنه يعتمد على الحفظ أكثر من اعتماده على الفهم أولاً قبل أن نقرأ أو قبل أن نشرح كيف تستخدم هذه القاعدة نقرأ ما كتبوا عنها بالتركية صفات لرى أنلم لرى جوش لن درمك إيشن صفات لرى أنجا إذن من أجل تقوية الصفات في اللغة التركية صفات لرى أنجا ما بي ري سي 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 لرين دن بري جتير لر إذن نأتي بأحد هذه الأحرف قبل الصفة طبعاً القاعدة شرحها هنا غير واضح نأتي بأحد هذه الأحرف حرف الام أو حرف البي أو حرف الار أو حرف الاس قبل الصفة لكن لا نضع هذا الحرف فقط بل نضع له أشياء أخرى وسنرى إذن نبدأ الآن عندنا حرف البي كيف نضيفه قبل الصفة هذا ليس تطبيقياً يعني لا نستطيع أن نأتي بحرف البي ونضع البي ونضعه أمام أي صفة لا لا بد أن نكون قد عرفنا أن اللغة التركية تفعل هذا لأن هذه القاعدة سماعية وليست تطبيقية يعني نستطيع من خلال هذه القاعدة أن نفهم معاني الكلمات ولا نستطيع أن نطبقها على كلمات جديدة قبل أن نطبقها مثلاً كم كرمز لا نستطيع أن نقول كم كرمز مع الكرمز لا نستخدم إلا حرف البي لماذا لا يوجد سبب هكذا القاعدة حفظية سماعية مثلاً عندنا صفة كرمز هذه هي الصفة أحمر اسم اللون نريد أن نقول أحمر قاني شديد والإحمرار نأتي بنفس الحرف الذي ابتدأت به الكلمة وهو الك نضعه في البداية ثم نضع حرف صوتي مناسب لما يلي ثم نضع حرف البي هنا كل كلمة لها حرف خاص بها وهناك كلمات لا تؤكد بهذه الطريقة هذا الأمر حفظي أعيد لكن الأمر المشترك بين الصفات أن هناك صفات معينة كلها يستخدم فيها حرف البي هناك صفات معينة كلها يستخدم فيها حرف الام وهناك صفات معينة كلها يستخدم فيها حرف الاس وهناك صفات معينة كلها يستخدم فيها حرف الار نحن وظيفتنا أن نحفظها فقط لا نستطيع يعني لا توجد قاعدة تضبط هذا سوى أن الكلمة أن الصفة التأكيدية تبدأ بنفس حرف الكلمة مثلا كرمز أقول كب كرمز أحمر قاني إن جا بدأت بحرف الإي فنقول إب إن جا إن جا رقيق إب إن جا رقيق جدا صر أصفر ابتدأت بحرف الإس فنضعه صب صر أصفر فاقع الكلمة التالية كرن لك معتم فنقول كب كرن لك معتم جدا مثلا تازة ناضج طب تازة يعني ناضج جدا أزن طويل فنضع أب أزن دائما تبدأ التأكيد يبدأ التأكيد بنفس حرف الكلمة أب أزن طويل جدا كصى قصير كب كصى قصير جدا كرو جاف كب كرو جاف جدا دلو ممتلئ دب دلو ممتلئ جدا دار ضيق داب دار ضيق جدا أيضا التي تبدأ بحرف الام مثلا عندنا بوش نضع له بوم بوش فارغ جدا بوش فارغ بياض أبيض بن بياض ناصع البياض يشيل أخضر يم يشيل أخضر جدا سجاك ساخن سم سجاك ساخن جدا باشك آخر بام باشك مختلف تماما سك بشكل شديد يعني مثلا سكتت أمسكه بشكل كثيف سم سك بشكل قوي جدا أمسكه بشكل قوي جدا أو هكذا دز مستقيم دم دز مستقيم جدا سياه أسود سيم سياه نقول له بالعربية أسود فاحم الآن اللواحق التأكدية التي فيها حرف الاس مثلا ما في نقول مص ما في أزرق جدا دور صحيح دوس دور صحيح جدا مور بنفسجي مصمور بنفسجي جدا بللي واضح بس بللي بللي معروف بس بللي معروف جدا تمام حسنا تاس تمام حسنا جدا بنبا أحمر عفوا زهري بس بنبا يعني زهري جدا يوارا يوارلك دائري يوس يوارلك دائري بشكل كبير بطن جميع بس بطن يعني الكل الجميع بشكل مبالغ فيه كوجمان كبير كوس كوجمان يعني كبير جدا أيضا چابوك بسرعة چر بسرعة شديدة تميز نظيف ترتميز نظيف جدا برشان بحالة يرثى لها بر برشان يعني بحالة يرثى لها جدا سفيل بائس سر سفيل بائس جدا هذه ماذا فعلنا نحن الآن نعم هذه هي الصفات وهذه هي الطريقة يعني ماذا نفعل الحرف الأول الذي يبتدئ به الصفة نضعه حرف أول للبداية التأكيد ثم نضع الحرف المناسب للكلمة من أين نعرف الحرف المناسب أعيد وأكرر هذا حفظي يعني هذه كلها حفظية ولا يوجد قاعدة تقرر متى أستخدم P ومتى أستخدم M ومتى أستخدم S ومتى أستخدم R ومتى لا أستخدم شيء هذا كله حفظي لذلك هذه الكلمات نحفظها كأنها كلمات جديدة وهكذا ولا نطبق على غيرها إلا إذا رأيناها مستخدمة الآن نأتي إلى الأرنيكلار الأمثلة المثال الأول عائشة لها شعر كبكصة قصير جدا لعائشة شعر قصير جدا يميش الأرماندا بيكنيك يابتك بيكنيك يابتك قمنا برحلة بيكنيك يعني ماذا نقول بالعربي يعني البيكنيك البيكنيك هو تنزه تنزهنا بيكنيك يابتك أرماندا في الغابة يشيل يميشيل الخضراء إذن تنزهنا في غابة خضراء جدا أو شديدة الإخضرار أو ماذا نقول أيضا تنزهنا في غابة خضراء طيب كأنها جنة في إخضرارها مثلا نستطيع أن نقول بردن دستطورو جدين آنفون سغاوة خضراء Help NORRE 11.5 مدرسة أرماندا في الغابة خضراء الغابة الخضراء للغادة من سteenth Umoi Oui صغول كتنا في الغابة أدرسته على س Battalion لوسي bass Kab indicated أدرسينا في الغابة الخ todر ويجا كاريامش هطل الثلج البارحة مساءً شمدي الآن هيريير بن بياز الآن كل شيء أبيض ناصر البيض يعني الآن البيض في كل مكان نقول بالعربية طيب هطل هكذا نقول هطل الثلج مساء البارحة الآن كل شيء أو كل مكان أبيض لقد أصبح كل مكان ناصر البيضي أبيض ناصر البيض أو هكذا نعم الآن التمرين الأخير عندنا نص ونضع فيه فراغات يقول لنا أشهدك بوشلوك لاري بكشتر ما صفات لاري لا دول دورالم أشهدك بوشلوك لاري الفراغات التي في الأسفل بكشتر ما صفات لاري لا بصفات التأكيد دول دورالم لنملأه طيب ما هي صفات التأكيد التي سنستخدمها الصفة الأولى بمباشكا مختلف جدا مميز جدا ترتميز نظيف جدا دبدار ضيق جدا شرشبوك سريع جدا مصماوي أزرق جدا تبتاز ناضج جدا أبز طويل جدا هذه هي الصفات التأكيدية التي سنستخدمها الآن نأتي إلى النص إذا أردنا أن نقرأ النص من هنا سيصبح الخط صغيرا وسيرهق أعينكم لذلك نكبر النص بهذا الشكل ليصبح كبيرا نعم النص يبدأ من هنا أنا وضعت إشارة عليه حتى لا أنسى بس شمد يا قدر هير يل تعطيل دا النملر يغزلنا جتك هنا يوجد أخطاء تعطيل دا هذه كلمة واحدة يجب أن تكون متصلة جتك أيضا يجب أن تكون متصلة إذا كنتم تكتبون اللي كي تكتبوا بشكل صحيح إذن نحن إلى الآن في كل سنة نذهب إلى البيت الصيفي للعائلة في كل عطلة نحن في كل عطلة نذهب إلى البيت الصيفي للعائلة شمد يا قدر إلى الآن نعم بيز نحن شمد يا قدر إلى الآن هير يل كل سنة تعطيل دا في العطلة إننا ذهبنا إلى النملر ليس معنى لأمهات بل المعنى بيت الأم يعني الأم والأب والعائلة النملر يأزلك البيت الصيفي إذن إلى البيت الصيفي للعائلة يعني نحن إلى الآن في كل سنة نذهب إلى البيت الصيفي للعائلة كي نقضي عطلتنا الجملة التالية نعم إذن في عطلة هذا الصيف أردنا أن نذهب إلى مكان مختلفة تماما في هذا الواعج حatto الهجم rescد و給كم نعم هذا الغن في الـ ي abge Men ، هل تستطيعون أن تضعوا صفات أخرى؟ لا أدري فس Service و T الجملة التالية جلسنا أو سكننا أو أقمنا في بانسيون صغير بانسيون هو أصغر من الأوتيل أو هكذا شيء يشبه الأوتيل ما الفرق بين البانسيون والأوتيل من يعرف؟ من يعرف يكتب في تعليق لأنني لا أعرف كلاهما مكان يذهب إليه الإنسان ويتعو مالا ويقيم فيه لفترة معينة كأن البانسيون أصغر من الأوتيل طيب ودمز كتشكت غرفتنا كانت صغيرة لكنها نظيفة جدا فقط ترتمز كانت نظيفة ترتمز كانت نظيفة جدا هير صباح سوكاك لردان جيشتك هير صباح سوكاك لردان جيشتك في كل صباح مررنا بالطرقات طرقات كيف نستطيع أن نصفها؟ إما الطرقات طويلة جدا أبز سوكاك لردان ونستطيع أن نصفها فنقول أنها ضيقة جدا دابدار سوكاك لردان جيشتك جيشتك هذه كلمة واحدة يجب أن يكون متصلة كنا نمر في كل صباح من شوارع دابدار ضيقة جدا وذهبنا إلى الساحل كلمة واحدة يجب أن تكون متصلة خطأ طبعي عند تكبير الخط يحدث هذه الخطأ يعني لكن تكبير الخط مهم حتى تسهل المتابعة عليكم والكتابة وذهبنا إلى الساحل دنزدى يزدك إذن سبحنا في بحر دنزدى في البحر يزدك سبحنا ما هو وصف البحر؟ مصماوي أليس كذلك أزرق شديد الزرق إذن وسبحنا في بحر مصماوي أزرق جدا دنزدى يزدكتن صنرا كارنمز أجقت بعد أن سبحنا في البحر شعرنا بالجوع كارنمز معيدتنا أجقت جاعت جاعت معيدتنا هكذا يقال باللغة التركية لكننا بالعربية لا أقول جاعت معيدتي فأقول أنا جوعان بعد أن سبحنا في البحر جاعت شعرنا بالجوع دنزدى يزدكتن صنرا كارنمز أجقت نعم الجملة التالية سيار ساتجلردان ساتج بايا أو بائع كلمة متصلة لذلك هذه هنا خطة طبعي إذن سيار ساتجلردان من البائع الجوالي ميذلر ألدك اشترينا فواكه ما هي صفة المناسبة للفواكه الفواكه تكون طازجة سيار ساتجلردان تبتازة ميذلر ألدك اشترينا فواكه ناضجة جدا نعم كلها كانت لذيذة جدا تاطيلة چكمدنونجا قبل أن نخرج إلى العطلة أُنُمُزْدَا بِرْ هَفْتَوَارِ ديَّا دُشُنْدُك ديَّا دُشُنْدُك فَكَّرْنَا وَقُلْنَا أُنُمُزْدَا أَمَامَنَا هَفْتَوَارِدِرْ أَمَامَنَا أُسْبُوع ما هي صيفة الأسبوع قبل العطلة قلنا أمامنا أسبوع طويل أُبْأُزٌ بِرْ هَفْتَوَارِ ديَّا دُشُنْدُك قبل العطلة قلنا أمامنا أسبوع طويل من أجل العطلة هكذا فكرنا يعني نعم ثم ماذا حدث فقط بِرْ هَفْتَا هَفْتَا هذه كلمة واحدة يوجد خلط طويلة هنا يعني يجب أن نتكون مفاصلة جَجْتِ لكن الأسبوع مرّا جَجْتِ مرّا كيف مرّا سريعا كيف نقول سريعا كيف مرّا جَجْتِ فقط بِرْ هَفْتَا كيف مرّا جَجْتِ لكن الأسبوع مرّا سريعا وَا تَعْتِيلْ بِتِّ وَا إِنْتَهَتْ العطلة تَعْتِيلْ بِتِّ بِزْدَا اَوْمِزَا دُنْدُك نحنُ أيضا عُدْنَا إِلَى بَيْتِنَا نعم فقط اَقْلِمُز بُزْجَا عَدَا قَالْدُ فقط أَقْلِمُز بُزْجَا عَدَا ذَكَالْدُ لكن عقلنا بقي في بُزْجَا أَدَا في منطقة بُزْجَا أو في بُزْجَا أَدَا أو في جزيرة بُزْجَا المعنى جزيرة بُزْجَا إذن الآن النص انتهى وقمنا بحله معا هنا نعم كما نرى بُزْجَا دَا كَالْدُ بَقِي عَقْلُنا في بُزْجَا طيب القاعدة هذه انتهت ولن نطبقها كثيرا عن فهم القاعدة ليس ضروري الضروري جدا هو حفظ هذه الكلمات كب كرمز إف إنجا ساب سار وهكذا حتى يتعود سار ساب سار إنجا إب إنجا كرمز كب كرمز بياز بن بياز سجاك سم سجاك هذه الكلمات إذا رددناها حتى يتعود عليها لساننا تصبح عندنا سليقة ولا ترهقونا أبدا لا تنسوا كتابة ما درسناه استخراج الكلمات الغريبة وحفظها قراءة ما درسناه بصوت عال ولا تبخلوا علينا بنصائحكم واقتراحاتكم وانتقاداتكم على العناوين الموجودة في ربع الوسط أتمنى لكم دوام التوفيق دامت البسنة متراقصة على شفاهكم والفرحات مليئة لقلوبكم ودمتم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة